طيب انت دلوقتي خدتنا في بناء المنشآت ثم بناء المواطن الصالح اليدة التي تبني بقى عايزين اليدة التي ترفع الكؤوس نشوف اليدة التي ترفع الكؤوس وكلام كتير مهم في الغربال ودي محتاجة توصية اللي هي ايه بقى انك تلاقي كل الناس في اليومين اللي فاتوا ارجوكوا اقولوا للعيبة احنا كنا عايزين الجمهور يدخل المباراة عشان نقول للعيبة احنا خايفين لاحسن اللعيبة احنا عايزين الناس تحس بالمهمة والمسئولية دي محتاجة توصية صدقوني اللعيبة اللي انتو شفتوهم في غرفة الملابس في رادس بعد انتهاء المباراة ومستر بيتسو مسماني وهو بيقول لك لسه زانيك استماتش لسه في مباراة جاية واللعيبة والشناوي بيحضن على الفرقة ويقول للزمل الاعلامين بس يا جماعة بعد اذنكو مفيش حاجة وبيقف الباب قطه على نفسه مع زميله الناس دي مش محتاجة توصية عشان تشعر باهمية المباراة او بالتركيز الشديد في مباراة السابتة بشمانيسو تعكس نوع من القلق الصحي والاهتمام الحقيقي بمن يحبونا وهو نادي الآن هو حتى لو مدرك ان اللعيبة عارفة بس يقول لك نعمل اللي علاية واقول للمسؤولين الاعلاميين نبهوهم وقولولهم الناس عشمانة لكن احنا من هنا حنعمل برضو عشان نرايح حضراتكو وبنقول لهم الرسالة واضحة هناك من يريد ان يستدرككم لافتعال المشاكل لانه هو ياخدكو بعيدا عن تركيزكو ولكن كل كلمة بتتقال سلبية عنكو ولا عن ادائكو ولا عن المباراة القادمة هي تشكل حافز اضافي بجانب ما تملكونه من حوافز لتجاوز المباراة القادمة بإذن الله اقترابا لتحقيق الهدف الكبير مستر بيتشو موسماني بكرة عنده مؤتمر صحفي ده المؤتمر التقليدي للاتحاد الافريقي بيتحدث فيه عن المباراة وعن رؤيته بكرة المراني الاخير المباراة هيديرها طاقم التحكيم الكاميروني بقيادة أليومنيانت حكم والفار الحكم المغربي ردوان جيد المباراة في التاسعة مساء بكرة أيضا الاجتماع الفن التقليدي للمباراة بحضور المراقبين ومدير الفريقين كلهم يعرض تصوراته أو أي اقتراحات عايزها في شأن ترتيبات المباراة وزي ما قلتلكم حتى الصحافة المصرية المسألة مش محتاجة إحساس بقيمة المباراة وأهميتها أو بحذر الأهل العالي جدا من هذه المباراة عايز أقولك إن احنا مثلا على سبيل المثال كان منشطة الأهل المجلة الأسبوع اللي فات كل الترجي الفوزي أهلي النهاردة كل الترجي الحذري أهلي فأعتقد الإحساس بال والله كنتكررت العنوان برضو كان ينفع لعملته وكل الترجي الحذري أهلي بس هو ينفع برضو الفوز والفوز إن شاء الله الحذر والفوز وتكرار الفوز يعني المسأة قالت من الخطيب إلى مسيماني لن نقبل بغير الفوز على الترجي والتأهل للنهائي الأفريقي الجهاز الفني بيستقر على الدفع بأفشة من البداية واستبعاد أي من أشرف والشحات معرفش جاب دامنين والاعتماد على فتح وسيلاء وديانج في الوسط الشغل برضو هو ماشي هو هو مين جاي ومين ماشي ومين مستبعد ومين آآ 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 وآآ يعني مشكلة يعني حتجد الآآ لذلك أنا بقول إيه ها؟ آآ آآ القوة أن تملك زمامة نفسك آآ 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 ما تروحش في ورا الناس دي الأهرام المسائي قال صراح في الأهلي منفسة بين النجوم على موقع السلام ومسيماني حيران الشروق قالت مسيماني يدرس مواجهة الترجي بنفس تشكيل مباراة الزهب في رادس وعبد الحفيز يجدد نصيحته بعدم الانشغال بحديثه لعروض الوهمية كبار الكتاب والنقاد الحياة برضو حسوا بهذه المسئولية بعيدا حتى عن النقاد الرياضين الكاتب الصحفي الأستاذ صالح الصالحي وكيل البجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خصص مقالته في الأخبار مقالة وحي القلم عن الأهلي والترجي وبيقول أنا على يقين أن جمهور الأهلي سواء حضر المباراة في الملعب أو شهادة في أي مكان فهو يستمتع بها وبنديه ولعبيه والاحتفال بهم بعد الفوز إن شاء الله جمهور الأهلي كما عودنا دائما ويفاجئنا دائما سوف يضرب المثل في استقبال الضيوف بأحسن حال وبيقول على أهمية المباراة على الأهلي أن ينسى تماما نتيجة المباراة الأولى وأن يؤدي المباراة القادمة وكأن نتيجة المباراة السابقة صفر صفر وعليه أن يضع في اعتباره أن تأهله من القاهرة وسط جمهوره على الجهاز الفني واللعبين أن يدركوا جيدا أن فريق الترجي ليس أمامه سوى الفوز فإذا غاب عنه أو تحقق لا قدر الله سوف يرتكب لعبوه الكثير من السلوكيات التي معتادة لكن كمان في الجمهورية الأستاذ رضوان الزياتي بإذن الله الأهل العالمي في نهاء دوري الأبطال وقال كل فرق العالم يا سادة تأثرت مستوياتها بجائحة كورونا وأن الأهل والترجي من بين كل هذه الفرع التي تأثرت بهذه الجائحة لكن يبقى الأهل هو الأهل والترجي هو الترجي وباختصار كتب الأستاذ عثمان سالم في الأخبار إن الأهل بيمثل كل المصريين وقال لا أبالغ إذا قلت أن الأهل فخر لكل المصريين بل لكثير من العرب فهو البطل المحلي والإقليم والأفريقي بجدارة وهو يبحث عن النجمة العشرة لدوري الأبطال ده يمكن كان ما ورد في الأخبار الأستاذ محمود معروف في العمود الشهير بتاعه تلك سئلة قال للأهل الفوز على الترجي في تونس لا يعني ضمان الصعود للنهاي انسوا نتيجة المباراة الأولى ولعبوا للفوز في القاهرة معلش أنا أنا مختلف جدا 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 مع سيد محمود معروف في هذا العنوان الذي سقه لذلك أنت تعمت ما تقراش بزكاء لأنك مش موفق عليه أي طيب الجمهورية الأستاذ ماجد نوار قال كل الطرق تؤدي إلى العاشرة في التأكيد على سعي الأهل للفوز باللقب العشر في دور الأبطال وزي ما قال الأستاذ جمال هليل في الجمهورية أيضا تيجوا تصيدوا يصيدك وقال الأهل حقق فوزا على الترجي بهدف وإذا كان لعب الترجي بل وكل لعب تونس والجزائر يجدون فن إهدار الوقت فإن الأهل عليه أن يدفع بدفعاته الحصينة وهجومه المرتد الخطير حتى يسجل ويريح أعصابه ده الرؤية الصحفية لهذه المباراة واللي الواضح جدا أن كل الناس عندها تأدير لما ينجزه الآلي عندها حرص على توجيه اللعيبة إلى المزيد من التركيز وعدم الإطمانان لنتيجة الزهاب والكل عنده ثقة معدن لعبت الأهلي زي ما قيل حتى أنه فريق وصل بجد الفريق والحقيقة يعني كلنا نعلم ميول الغالب يتعلم لكن كلهم يعني بيتمنوا للأهلي تجاوزوا موقف وكلهم بيتوقفوا الحظر من المباراة القادمة وكلهم يعني عايشين نفس الحلم مع النادي الأهلي وده شيء جميل موسيقى موسيقى موسيقى